السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة English with Simo في هذا الدرس سوف أتحدث عن طريقة كتابة فقرة تتحدث فيها عن فوائد تعلم لغة جديدة benefits of learning a new language أو benefits of learning English language يعني فوائد تعلم اللغة الإنجليزية ولكن هنا سأتحدث عن new language in general يعني لغة جديدة عامة وأنت يمكن لك استبدال هذه العبارة new language by English language وتكتب نفس الفقرة هذا الدرس يندرج ضمن الدروس المهمة جدا في سنة الثانية بكالوريا أو محتوى دروس سنة الثانية بكالوريا لأن التلميذ ينبغي أن يكون قادرا على كتابة فقرة يتحدث فيها عن فوائد تعلم اللغة الإنجليزية أو فوائد تعلم اللغة جديدة عامة إذن دائما كما أقول قبل أن تكتب في ورقة التحرير أو ورقة الامتحان لنفترض أن هذه هي ورقة الامتحان لا بد أولا أن تكتب بعض الأفكار أو تقوم بتخطيط لفقرتك في ورقة الوسخ إذن يجب أولا أن تكتب بعض الأفكار في ورقة الوسخ وبعد ذلك تقوم بجمع أفكارك باستعمال أدوات الربط المنطقية في ورقة التحرير أو في ورقة الامتحان إذن فيما يخص ورقة الوسخ ستكتب على هذه الطريقة أولا draft يعني ورقة الوسخ وستكتب benefits of learning a new language وتكتب هنا جملا مفيدة يعني يمكن لك بعد ذلك أن تجمعها في فقرة متناسقة ومنسجمة إذن أولا سأكتب بعض الأفكار حول benefits of learning a new language يعني فوائد تعلم لغة جديدة ربما سأقول مثلا find jobs with high salaries يعني إيجاد عمل بأجور أو أعمال أو مهن بأجور مرتفعة هي أحد الكلمات المركبة المهمة جدا في سنة الثانية باكالوريا يعني يجب أن تعرف ما هي high salaries وضدها باللغة الإنجليزية هو low salaries low salaries تعني الأجور المنخفضة هاتين الكلمتين المركبتين مهمتان جدا في محتوى دروس الثانية باكالوريا إذن الفكرة هي find jobs with high salaries easily بكل سهولة إذن هذه هي الفائدة الأولى لتعلم لغة جديدة ماذا أقصد بهذا يعني find jobs with high salaries ربما سأقول work in tourism sector يعني العمل في قطاع السياحة كذلك هذه الكلمة مهمة جدا sector تعني القطاع وتوريزم تعني السياحة إذن work in tourism sector as a tourist guide كمرشد سياحي مثلا as tourist guides ثم مثلا hotel managers مديري الفناذق أو hostel managers مديري النزل hostel تعني النزل and many يمكن أن نكتب and many other jobs أو many other high paying jobs يعني الكثير من المهن الأخرى بأجور مرتفعة high paying يعني أجور مرتفعة إذن هذه أحد فوائد أو فائدتين من فوائد تعلم لغة جديدة يمكن كذلك أن أكتب فكرة أخرى مثلا communicate أو التواصل communicate with foreigners communicate with foreigners يعني التواصل مع الأجانب from different countries من دول مختلفة from different countries ركز معي هذه الكلمة جيدا foreigners تعني الأجانب وفي سنة الثانية باكالوريا يجب أن تعرف هذه العبارة وهي foreign language foreign language تعني اللغة الأجنبية وضدها native language وتعني اللغة الأم native language اللغة على الأصل هاتين الكلمتين أو الكلمتين المركبتين مهمتان جدا في مستوى الثانية باكالوريا foreign language تعني اللغة الأجنبية و native language تعني اللغة الأم يمكن أن نقول native language أو يمكن أن نقول mother tongue تعني كذلك اللغة الأم فهي مراضف foreign language معذرة مراضف native language أما foreign language فهي تعني اللغة الأجنبية إذن هذه فكرة فقط يعني يجب أن أتطرق إليها يعني فقط لكي تعلم ذلك ثم الفكرة الأخيرة الأخرى يعني لفوائد تعلم لغة جديدة socialize مثلا socialize with people يعني يعني socialize تعني الاجتماع مع الناس التواصل مع الناس مثلا from different cultures من ثقافات مختلفة different cultures يعني إن كنت تتواصل مع ناس من مختلف الثقافات هناك نتيجة لذلك وهي مثلا make your network يعني أن تجعل شبكتك شبكتك يعني شبكت of مثلا social relationships شبكت العلاقات العلاقات الاجتماعية make your network of social relationships grow bigger يعني تجعل شبكتك من العلاقات الاجتماعية يعني تتسه grow bigger لأنه تحصل على الكثير من الأصدقاء إن كنت تتواصل مع ناس من مختلف الثقافات ثم أحد الفوائد الأخرى لتعلم لغة جديدة هو explore يعني اكتشاف معذرة explore يعني اكتشاف other cultures اكتشاف ثقافات أخرى other cultures يمكن أن نقول explore ومرادف كلمة explore هو discover تعني كذلك اكتشاف يعني discover أو explore يعني أقول explore إذن explore other cultures وعندما تكتشف الثقافات الأخرى يكون لديك فهم يعني مختلف للعالم يمكن أن تقول see the world from different angle يعني أن ترى العالم من زاوية مختلفة أو from different angles يعني من زوايا مختلفة لأنه في الحقيقة عندما تتحدث لغة أجنبية فأنت ترى العالم من زوايا مختلفة إذن هذه أحد يعني أحد فوائد تعلم لغة جديدة هذه الكلمة كلمة angles فهي تعني كما قلت زوايا ولا يعني لا تخلط بين كلمة angles وكلمة angels لأنهم يكتبون بنفس الطريقة معذرة نسيت بهذه الطريقة angels لأنهم كما قلت يكتبون بنفس الطريقة تقريبا angles يعني الزوايا وأنجلز تعني الملائكة أنجلز الملائكة أنجلز الزوايا لا تخلط بين هتين الكلمتين إذن أنجلز وتعني الزوايا والفكرة كلها تعني see the world from different angles يعني ترى العالم من زوايا مختلفة إذن الآن انتهيت من كتابة أفكاري المهمة في ورقة الوسخ الآن سأمر إلى ورقة التحرير وهذه هي ورقة التحرير وسأقوم بجامع هذه الأفكار في فقرة تتسم من طبيعة الحال بالاتساق والانسجام بين أفكاري باستعمال أدوات الربط المنطقية إذن كيف سأبدأ هذه الفقرة الطريقة معدرة الطريقة يعني الجميلة لبداية الفقرة هي مثلا قول learning new language تعلم تعلم لغة جديدة has become قد أصبح has become مثلا important nowadays يعني قد أصبح مهما حاليا learning new language has become important nowadays يعني تعلم لغة جديدة قد أصبح مهما في الحاليا أو في الآوينة الأخيرة يمكن أن نقول nowadays أو يمكن أن نقول recently وتعني في recently recently ما ذير وتعني في الآوينة الأخيرة ولكن هنا سأقول nowadays يعني حاليا ماذا تعني هذه الفكرة يعني أريد أن أوضح هذه الفكرة أكتر يمكن لي أن أستعمل أحد أدوات الربط مثلا in other words يعني بتعبير آخر وأضع فاصلة وأوضح فكرتي أكتر يعني سأقول مثلا in other words يعني بتعبير آخر speaking مثلا more than one language يعني التحدث بأكتر من لغة speaking more than one language التحدث بأكتر من لغة can يمكن أن simplify أن يسهل حياة الأشخاص one's life أو مثلا people's life لكي أكون أكتر بساطة people's lives يعني حياة الإنسان إذن ماذا قلت هنا قلت أن learning a new language has become important nowadays يعني تعلم لغة جديدة قد أصبح مهما important ثاني مهم nowadays حاليا in other words وهي أحد أدوات الربط in other words تعني بتعبير آخر speaking more than one language ما درى التحدث بأكتر من لغة واحدة can simplify people's lives يمكن أن يسهل حياة الإنسان الآن سأعطي مثلا آخر سأقول for example for example تعني مثلا ولكن في الفقرات السابقة استعملت for example كثيرا يمكن أن أستبدلها for instance ولها نفس المعنى مثلا for example تعني كذلك مثلا ثم سأضع هذه الفكرة الأولى مثلا people find jobs with high salaries easily يعني الناس يمكن لهم أن يجدوا عملا بأجور مرتفعة بكل سهولة لكن سأضيف بعض الأفكار لكي تكون الجملة متناسقة أكتر سأقول أو لكي تكون الفكرة واضحة أكتر people for example يعني مثلا people who can speak الأشخاص الذين يستطيعون أن يتحدثوا other languages يعني لغات أخرى ثم can يستطيعون ثم أكتبوا هذه الفكرة can find jobs with high sellers سقوم فقط بنقل هذه الفكرة وأضعها هنا يعني يمكن لهم أن يجدوا مهنا بأجور مرتفعة بكل سهولة ثم سأمر إلى الفكرة الثانية التي تقول work in tourism sector as tourist guides hotel managers hostel managers and many other high paying jobs سأقوم فقط بكتابة هذه الفكرة يعني مباشرة they ثم مثلا they can يعني يستطيعون أن يعملوا they can work in tourism sector as tourist guides يعني يمكن لهم أن يشتغلوا في قطاع السياحة كمرشدين سياحيين hotel managers كمديري الفنادق hostel managers مديري النزل and many other high paying jobs والكثير من المهنة الأخرى بأجور مرتفعة الآن سأضيف الفكرة الأخرى إذن يجب علي أن أستعمل أحد أدوات الربط وسأستعمل in addition وتعني بالإضافة إلى ذلك وأضع فاصلة سأضيف الفكرة الثانية وهي communicate with foreigners from different countries يعني التواصل مع الأشخاص أو مع الأجانب من مختلف الدول سأكتب مثلا those people وتعني أولئك الأشخاص من هم هؤلاء الأشخاص من طبيعة الحال people who can speak other languages يعني الأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى وهنا قلت those people يعني أولئك الأشخاص وسأقول مثلا can يستطيعون أن وهنا سأكتب هذه الفكرة communicate with foreigners from different countries مباشرة يعني يمكن لهم أن يتواصلوا مع الأجانب من مختلف الدول وأضع نقطة هنا ماذا لدي في الفكرة الثانية لدي socialize with people from different countries يعني يمكن لهم أو يعني socialize يعني التواصل مع أشخاص من مختلف الثقافات كيف سأعبر عن هذه الفكرة يمكن أن أقول يعني أولا يعني أعيد ترجمة هذه الفكرة in addition بالإضافة إلى ذلك those people أولئك الأشخاص can communicate with foreigners from different countries يعني يمكن لهم أن يتواصلوا مع الأجانب من مختلف الدول يمكن أن أقول هنا this helps them هذا يساعدهم this helps them to هذا يساعدهم على أو يساعدهم أو مثلا دعني أقول this helps them نعم this helps them وأكتب هذه الفكرة مباشرة this helps them socialize with people from different cultures يعني هذا يساعدهم على socialize يعني الاجتماع مع الناس يعني التواصل مع الناس واكتشاف ثقافتهم إلى غير ذلك صراحة هذه العبارة socialize فمعناها معقد نسبيا يعني لا أعرف ترجمة المباشرة باللغة العربية ولكن socialize مثلا عندما تتحدث في مقهى مع أشخاص فأنت you socialize يعني إنسان اجتماعي تجتمع مع الناس تتواصل إلى غير ذلك إذن this helps them socialize with people from different cultures إذن هذا يساعدهم يساعدهم على التواصل مع أشخاص من مختلف الثقافات يعني من مختلف الثقافات different cultures ولكن هنا إلا حتى أنني عدت كتابة كلمة people people كثير من المرات يمكن لي استبدال people بكلمة أخرى مثلا individuals وتعني نفس المعنى مثل people تعني كذلك الأشخاص from different countries cultures and ثم أضيف هذه الفكرة الأخرى مثلا and make their network of social relationships grow bigger يعني ويجعل دائرة دعني أترجم and make ليست yours أقوله there إذن and make وتجعل their network of social relationships شبكة العلاقات الاجتماعية grow bigger تكبر أو تتسح إذن أعيد الترجمة من هنا in addition بالإضافة إلى ذلك those people can communicate with foreigners أولئك الأشخاص يمكن لهم أن يتواصلوا مع الأجانب from different countries من مختلف الدول this helps them to socialize with individuals هذا يساعدهم على التواصل مع الأشخاص from different cultures من مختلف الثقافات and make their network of social relationships وجعل دائرة العلاقات الاجتماعية grow bigger تتسع أو تكبر social relationships تذكر هذه العبارة لأنها مهمة جدا تعني العلاقات الاجتماعية social relationships يعني أضعها بلون مختلف وأضع تحتها سطر social relationships يعني العلاقات الاجتماعية الآن سأضيف الفكرة الأخرى وهي explore other cultures وفكرة see the world from different angles يعني اكتشاف ثقافات أخرى ورؤية العالم أو النظر إلى العالم من زوايا مختلفة إذن لكي أضيف مرة أخرى يعني لكي أضيف فكرة أخرى فيجب علي أن أستعمل أحد أدوات الربط ماذا استعملت هنا؟ استعملت عبارة in addition التي قلت أنها تعني بالإضافة إلى ذلك إن استعملت in addition مرة أخرى فسأقع في فخ التكرار يعني سأقول more over ولها نفس المعنى مثل in addition تعني كذلك بالإضافة إلى ذلك وأضيف الفكرة الأخرى وهي explore other culture يعني اكتشاف الثقافة الأخرى ولكن إن قمت بكتابة هذه الفكرة مباشرة مثلا هنا ففكرتي لن تكون يعني لن تكون واضحة more over بالإضافة إلى ذلك explore other culture اكتشاف الثقافات الأخرى الجملة ليست كاملة يعني سأقول مثلا سأقول مثلا learning a new language يعني تعلموا لغة جديدة أو learning ليست a new language مثلا or foreign language تعلموا لغة أجنبية is هو أو هي is a great way هي طريقة رائعة لكي وأتمم الفكرة لماذا؟ لكي أكتشف other cultures يعني ماذا قلت؟ learning a new language تعلموا لغة جديدة is a great way to هي أحسن أو أروع طريقة ل explore other cultures اكتشاف الثقافات الأخرى ثم أضيف هذه الفكرة مثلا see the world from different angles يمكن فقط أن أضيف هنا and يعني و and ثم أضع هذه الجملة and see the world from different angles يعني ورؤية العالم من من زوايا مختلفة الآن انتهيت من كل هذه الأفكار التي وضعتها على ورقة أو كتبتها على ورقة الوسخ يعني ربما انتهيت إلى حد الآن فأنا انتهيت من كتابات الفقرة لكن من المهم جدا أن تكتب الخاتمة أو جملة تختم بها فقرتك وتتعلم كذلك كيف تكتب هذه الجملة عندما نكتب الجملة الأخيرة فيمكن أن نقول finally وتاني وأخيرا يمكن كذلك أن نقول مثلا in brief دائما هذه العبارة نبدأ بها الخاتمة in brief يعني باختصار يمكن كذلك أن نقول in short وتعني باختصار ويمكن أن نقول in a nutshell in a nutshell تعني كذلك باختصار أو يعني بكل اختصار أو كخلاصة يمكن كذلك أن نقول تلتس باختصار أو كخلاصة إلى غير ذلك إن كلها عبارات نستعملها لكي نبدأ الخاتمة هنا سأقول in a nutshell يعني بكل اختصار in a nutshell يعني تعني يعني تعني الحبوب أو الجوز إلى غير ذلك إذن in a nutshell يعني بكل اختصار سأقول learning a new language أو كي لا أعيد a new language learning another language يعني تعلم لغة أخرى has become يعني قد أصبح ربما أعيد نفس الفكرة التي بدأت بها لكي أؤكد للقارئ أن فكرتي صحيحة مئة بالمئة لأن في الحقيقة هذا هو منطق كتابة الفقرات دائما نبدأ بفكرة معذرة نبدأ بفكرة على أساس أنها الفكرة التي نريد أن نقنع بها القارئ يعني نبدأ بفكرة ونقوم بإعطاء الكثير من الأمثلة لدعم الفكرة التي سبق وكتبناها وفي الأخير نؤكد مرة أخرى للقارئ أن فكرتنا صحيحة بالمئة لأن كل الأمثلة التي أعطيناها هنا فهي تدعم هذه الفكرة إذن يمكن لي أن أكتب هذه الفكرة مباشرة وستكون فقرة صحيحة مئة بالمئة ولكن يمكن لي أن أكتب نفس الفكرة ولكن بأسلوب مختلف يعني قد أصبح من الضروريات أو قد أصبح ضرورة في الآوينة الأخيرة إذن إلى هنا سأكون قد أنهيت فقرتي باللغة الإنجليزية يعني أتحدث فيها عن فوائد تعلم لغة جديدة يمكن لك أن تجد رابط هذه الفقرة أسفل هذا الفيديو إن كنت تريد أن تقرأ أو ربما أن تكتب أن تعيد كتابة هذه الفقرة فهناك رابط لهذه الفقرة أسفل هذا الفيديو إذن إلى هنا آتي إلى نهاية هذا الدرس شكرا لكم على المتابعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتتوصلوا بدروس أخرى من دروس اللغة الإنجليزية غير ذلك كان معكم سيمو من قناة English with سيمو take care guys have a great day be kind to one another and goodbye